السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته يوم السرساء الموافقة 4-4-2023 مكتوبه من الزمالك انا انتظر الجيش المبارات تأجلت والله هو لو تأجلت يبقى علشان انتظر الجيش على البطولة العربية ماشي كده؟ طب افرد انها ما تأجلتش يبقى المبارات هي ايه الهبل ده بقى؟ لحظة يبقى تأجلت المبارات هذه تأجلت يا جماعة والعكس بقى ان المبارات يلعب الزمالك يلعب مع المصر البرسعيدي المبارات مؤجلة من الجولة 22 الجولة اللي فاتت طيب امتى بقى المبارات بين المصري والزمالك؟ المبارات عادة الساعة 9 وربع مساء بتوقيت مصر وفي نفس التوقيت الداخلية امام فاركو واسوان امام سموحة المصري امام الزمالك على قناة on time sport وان الاولى والمعالك حتى مبطشة بس دي المبارات مؤجلة من الجولة 22 ماشي كده؟ الداخلية امام فاركو القناة الناقلة قناة on time sport كنت نفس اقول on time sport 3 بس هي واقفة دلوقتي انا مش عارف الصراحة المبارات تتزع ولا مش تتزع اما اسوان امام السبوحة على قناة on time sport يزود تانية والمعالك هيسام هيبة طيب مطمعين الكرام يوم ايه يوم الاربعة خمسة اربعة الفين ثلاثة وعشرين عندنا مبارتين المقانون العرب امام برامدزو الاهلي امام غازل المحلة المبارتين في النفس التوقيت 9 وربع مساء متوقيت مصر المقانون العرب امام برامدزو على قناة on time sport والمعلق محمد الكواليني اما الاهلي امام غازل المحلة على قناة on time sport والمعلق ايمن الكاشف ويوم الخمس ستة اربعة الفين ترتة وعشرين الانتحاد سكندري في الموجات في اوتشار المبرامة ده الساعة تسعة وربع مساء بتوقيت مصر اه بين الانتحاد سكندري وفيتشار على قناة on time sport والمعلق طارق حسن متابعين الكرام اشترك في القناة فعل زر الجرس اعمل لايك الفيديو كنا معكم محمد نور الدين نراكم في الفيديو اخر بازن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته